قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم أكراد يتفوق في الدورة الإنجليزي بإحصائيات جديدة الصحفة الفرنسية تهاجم كيليان باقي بالسبب أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي الجديد يخبر القجاع بقراره بعد لقائه مع مدري بأمريكا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيمي الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار أكراد يتفوق في الدورة الإنجليزي بإحصائيات جديدة يواصل الدولي والمغربي نيف أكراد تقديم مرضود مميز في الدورة الإنجليزي رفقة فريقه واستحام يونيتد رغم تراجع نتائجه الأخيرة في البرامر ليغ وفي الدورة الأوروبية ونشر موقع صفا سكورة المختص في أرقام وإحصائية اللاعبين إحصائية لافتة تثبت مواصلة اللاعب المغربية التألق في خط دفاع الفريق الإنجليزي هذا الموسم وخرج الموقع العالمي بإحصائية تقول أن أكراد لم يتعارض لأي مراوغة في آخر خمس مباريات مع فريقه واستهم وكانت ضيط كل من شيفلد ونيوكاسل وأستون فيلا وأفيرتون في الدورة الإنجليزية وفاريبورغ الألماني في الدورة الأوروبية وشهدت القيمة التسويقية للدولة المغرب نيف أكراد ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم وفق لأخر تحديثات منصة ترانسفير ماركت المتخصصة في رصد القيم المالية للاعب كرة القدم تم تحديد قيمة أكراد التسويقية في 35 مليون يورو مقارنة ب32 مليون يورو في الفترة السابقة الصحفة الأسبانية تهاجم مبابي بسبب أشرف حكيمي تعرض النجم الفرنسي كليام بابي لانتقادات واسعة من طرف الإعلام الفرنسي عقب مباراة باريسان جرمان وبريست التي تندرج ضمن الجولة العشر من الدورة الفرنسية وتعرض مبابي لهجوم كبير من قبل الإعلام الفرنسي بسبب حركة الاستفزازية تجاه جماهير نادي بريست عقب تسجيل هدف الفوز مما جعل كبريات الصعف الفرنسية تعتبر أن سلوك مبابي لا يليق بعميد منتخب فرنسا وكان رد مبابي قويا حيث رفض تقديم الاعتدار على حركتها بل أكد أنها نتيجة الاستفزازات مرفوضة من طرف الجماهير ليعلق قائلا طبعا يعتقدون أنه يجب علي تردد نفس الشعارات حينما يشتمون الزميلي في الفريق لم يضع البعض قدمه على ملعب كرة القدم بغض النظر على مستوهم هذا وكان كليان بابي قد قام بحركة استفزازية تجاه جماهير بريست ردان على شتمهم لأشرف حكيم طيلة أطوار المباراة بعبارة مسئة نجم المنتخبي المغربي الجديد يخبر القجاع بقراره النهائي بعد لقائه بمدرب منتخب أمريكا يعتبر أمير ريتشاردسون لاعب خط وسط فريق ستادريمس الفرنسي من أبرز المواهب الشابة متألقة في بطولة الدور الفرنسية فصاحب الواحد والعشرين سنة تطور مستوها الفني والبدني بشكل لافت للأنظار في الأوينة الأخيرة خصوصا منذ انضمامه إلى صفوف المنتخب المغربي تحت الثلاثة والعشرين سنة وفي هذا الإطار ذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مقرب من اللاعب أمير ريتشاردسون أكد من خلالها أن الأخير أخبر مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم برغبته في الاستمرار في اللاعب مع المنتخب المغربي خصوصا مع استدعائه أخيرا من مدرب منتخب أصود الأطلس وليد ريجراكي ورغم تواصل مسؤولين من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم مع اللاعب أمير ريتشاردسون المنحدر من أب أمريكي وأم مغربية حيث اتصلوا باللاعب لكي يمثل بلد العمسان في الفترة المقبلة إلا أنه أوضح لهم هاتفيا أنه يركز على مسيرته في الوقت الحالي مع المنتخب المغربي ولا يريد التراجع عن تمثيل البلد الذي تنحدر منه والدتها خاصة وأنه ظل يزوره منذ طفولته وبقي مرتبطا به بشكل كبير وتفهم مسؤول الاتحاد الأمريكي لكرة القدم رغبة اللاعب أمير ريتشاردسون الذي كان يحق له اللاعب برفقة المنتخب الفرنسي أيضا بحكم وليدته في مدينة نيسا الفرنسية لكنه اقتنع باللاعب مع المنتخب المغربي إذ يحلم بالتألق برفقته في نهائية بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام مطلع السنة المقبلة في الساحل العاج وبعدها يأمل التواجد في مونديال 2026 حسين عبدالغاني الدولي سعودي سابق من مصلحة الاتحاد الاعتماد على بنزيمة كأساسي وترك حمد الله في مقاعد البودلاء اعتبر الدولي السعودي السابق حسين عبدالغاني أن التقم التقني لنادي اتحاد جدا مطالب بالاعتماد على الفرنسي كاريم بنزيمة كأساسي مقابل ترك الدولي المغربي عبدالغاني حمد الله في مقاعد البودلاء وقال لعب النصر سابقا في تصريحات إعلامية على القناة السعودية من مصلحة اتحاد جدا الاعتماد على كاريم بنزيمة كأساسي منذ البداية مقابل ترك عبدالغاني حمد الله في مقاعد البودلاء وخذ المهاجم المغربي هذا الموسم 11 مباراة مع فريقه السعودية من بينها 10 لقاءات كأساسي سجل فيها 6 أهدف إضافة إلى تمررتين حسمتين ودعب مدرب الاتحاد نونو سانطو على الزاج بتنائي بنزيمة وحمد الله في خط الهجوم في أغلب المباريات التي خضها الفريق السعودي هذا الموسم يشار إلى أن اتحاد جدا يحتل المركز السادس في سلم ترتيب دور روشن السعودي للمحترفين وذلك برصد 21 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال طريق تابت مدرب الترجية التونسية لازلنا نملك فرصة تانية للتعويض الخسارة وسنفعل مثل ما فعلنا أمام مازنبي أكد طريق تابت مدرب الترجية التونسي بأن لاعبه قدم مباراة جيدة رغم الهزيمة أمام الوداد متمنيان أن يحقق فريقه في لقاء الياب نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهرها وقال تابت في تصريح صعفية الحمد لله على كل حال خسرنا بهدفين دون رد وكان بإمكاننا أن نسجل نحن أيضا لقد كانت مباراة جميلة بين الفريقين ووصل كنا في الشوط الأول متأخرين لكننا استطعنا غلق جميع المنافذ للفريق المنافس وبالنسبة لي قدمنا شوطا تانيا جيدا نعم سجلوا علينا لكننا قمنا بردة فعلين وجميع اللاعبين فعلوا ما بوسعهم لتعديل النتيجة وتابع لازلنا نملك فرصة تانية لتعويض الخسارة سنلعب الشوط التاني المتبق في تونس وإن شاء الله سنفعله مثلما فعلنا في مواجهة مازمبي وسنحاول الاستشفاء لنكون مستعدين وأنهى مدرب الترجع التونسي حادثه بالقول في الحقيقة اللاعبون ظهروا بروح قوية وكان ذهنهم حاضرا في المباراة على الرغم من تواجد هذه الجماهير وإن شاء الله ستكون جماهيرنا بجانبنا لتكون المساندة الأولى للقيام بردة فعل كبيرة والتأهل للدور القادم وكان الوداد قد فاز على الترجع الرياضي التونسي مساء أمس الأحد بنتجة هدف السفر في اللقاء الذي جمع بين الطرفين على أرضية ملعب المراكب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب ذهب نصف نهائي الدور الإفريقي وسيقام لقوليا بيوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب حمد العقرب بتونس انطلقا من السعر رابع زوالا إليكم مشاهدين أهمى عنوان أخبار اليوم أكراد يتفوق في الدور الإنجليزي بإحصائيات جديدة الصحفة الفرنسية تهاجم كيليان باقي بسبب أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي الجديد يخبر القجع بقراره بعد لقائه مع مودري بأمريكا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار ترجمة نانسي قنقر